منذ 65 عاماً وفي العاشر من مايو عام 1959 وفي احتفال مهيب بحضور الأباء المطارنة والأصاقفة والكهنة ومندوب عن رئيس الراحل جمال عبد الناصر وعدد كبير من الشخصيات العامة ورجال السياسة والمسؤولين الأجانب وجمع غفير من الشعب سيمة أبونا مينة البراموسي المعروف باسم أبونا مينة المتوحد أنذاك ليصير البابا كيروليس السادس البطريارك السادس عشر بعد المئة في تاريخ الكنيسة القبطية الأردوزوكسية كان اختيار القديس البابا كيروليس للترشح عجيب فوافقاً للائحة الثاني من نوفمبر عام 1957 شكلت لجنة لتلقي وفحص وقبول التزقيات المقدمة لاختيار خمسة مرشحين فقط وكان ترتيب القمص مينة البراموسي السادس أي خارج المجموعة التي سيجرى عليها الانتخاب وفي اللحظة الأخيرة أجمع الرأي على تنحي المرشح الخامس فأصبح مينة البراموسي الخامس بدل السادس هذا وكان من قدم التذكية باسم مينة البراموسي هو نيافة الحبر الجليل الأنباء الثاناسيوس الأول مطران بنسويف والبهنسة قائم مقام البطريارك دون أن يختره وفي السابع عشر من أبريل عام 1959 أجريت الانتخابات وحصل أمينة البراموسي المتوحد على المركز الثالث وبعدها بيومين أجريت القرعة الهيكلية لتعلن السماء اختياره بطرياركا على السدة المركوسية باسم البابا كيرولوس السادس وبمناسبة مروري خمسين عاما على نياحة القديس البابا كيرولوس أعلن رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة إصدار ميدالية برونزية تذكارية للبابا كيرولوس السادس قديس العصر الحديث ما يزيد على أحد عشر عاما قضاها رجل الصلاة القديس البابا كيرولوس السادس على كرسي ماري موركوس كانت مملوئة بالمحبة والعطاء والإنجازات